ده حسين الشهد. أريد سعلك كمان بقى على مروان عطية. صفقة الموسم للنادي. لا ده حاجة تانية. هقول لك أنا مروان عطية ليه واخد التسييط ده برنا حلو. هقول لك ليه. النادي الأهلي عانى الفترات اللي فاتت والبطولة أفريكا اللي فاتت من طوله عالكرة من تحت. بيعمل بلد أب من تحت. بيفتح البكين بيفتحوا على الجناب والسرد بكين بيفتحوا وبيبدأ يحاول يلعب. لكن بتيجي عند نص الملعب كان بتقطع. ويمكن ماتش الوداد اللي احنا خسرنا في البطولة. الكرة تقطعت من البلد أب وتمررت والراجل شاط اللي هو كان اللي شاط في الشناوي. آه. آه. تمام مروان عنده ميزة إنه مميز جدا في البلد أب. ما بيخسرش الكرة بشكل جيد. ما بيخسرش الكرة. صح. استلامه للكرة وطلوعه بيها صحيح بنسبة فوق التسعين في المياه. ودي مهمة جدا جدا إنه هو لعيب بيلدر يعني بيقدر يبني من تحت ويقدر إنه هو يطلع الكرة في الاتجاه السليم. ودي مميزة جدا. شوف على كم الكورة اللي بيخسرها أو بيطاع هتلاقي نسبة ضئيلة قوي قوي يمكن تكاد تكون مش معدومة. وده ما كانش موجود في اللاوة اللاعب رقم ستة اللي بيعرف يخرج بالكورة. اللي بيعرف يخرج بالكورة. عشان رقم ستة برضو عشان يعني طبعا اسم كبير وتاريخ كبير مع النادي لها لكابتن حسام عشور تاريخ كبير بس وقتها وقت الكابتن حسام عشور كان الكورة. رقم ستة مش مطلوب منه أو الخروب بكورة على قد ما فكرت إنه يطلع الكورة بشكل كويس أو يخطف الكورات أو يقطع الكورات. لكن دلوقتي رقم ستة في العالم كله هو أهم يعني الركيزة بتاعت الفرقة. هقول لك الفترة بتاعت حسام عشور كان الستة بيقطع وبيدور يعني بيشتغل على الروتيشن بتاع الكورة. يعني الكورة مثلا في الجنب اليمين اتقفل الجنب اليمين تحط على حسام عشور عشور يا خده يوديها ناحية الشمال. وطبعا كان مهم جدا في الستة إنه يلعب لقدام. فهم قصلي إنه هو دايما وهو مثلا بيدور ممكن أنا وانا بدور الكورة بدلا ما حطها ناحية الشمال ممكن رحطتها على رأس حربة وتتعامل جملة ونختارك. ودالك كان بيميز محمد شوق مثلا وحسام غالي وحسام غالي بيعمل حتة دي. دلوقتي الستة اختلاف أولا قطع الكورة لها هنا عنه لازم دي حاجة مهمة جدا وإنه لازم يكمل. يعني ما رو أنا عطيه أنت بص عليه هتلاقي كل مباراة في كور بيكمل وهو ذات نفسه كمان بيحط الكورة يعني بيبص على محمد شريف بيبص على كهربا بيبص على برستاو. عنده الرؤية أن هو بيبص لقدام وبيعمل التمينات الأمامية ممكن مش كتير يعبر له مثلا ثلاثة أربعة كور بس دي معدل مش وحش معدل كويس. بلاس لأنه هو طبعا تمركزه الدفاعي قوي بيعرف يلم من وراء علي معلول وبيعرف يلم من وراء محمد هاني في تقدم البكين لما بيتقدمه أو الثمانيتين كمان حمدي فاتحه وقالي وديانجة أو السلالة والكام موجود. فهو مميز جدا في حتة دي وقدر يعملها بشكل مميز خليه أنه أول ما نضم للأهلي ولعب كله رمسك فيه صح. والمثال على فكرة بالمناسبة الدور الستة المثالي دوت أو النموذج يعني ردريجو في مانشستر سيتي. إزاي هو لعب مؤثر ومهم في العالم كله وكأنه الريفرنس بيروح وبيكمل وبيشوت. الريفرنس بتاع كل المركزة طيب.